جهاز الوطني نهاية المحدد في التشريعات ذات الصلة في عام 2018 انضمت مملكة البحرين الى الاطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكجزء من الاصلاح الضريبي اعلن الجهاز الوطني للارادات تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين والتي تتجاوز ارادتها السنوية العالمية سبعة مائة وخمسين مليون يورو بدءا من الاول من يناير الفين وخمسة وعشرين وتأتي هذه الخطوة دعما لمشروع الاصلاح الضريبي الذي يضم اكثر من مائة واربعين دولة وذلك لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن خمسة عشر في المائة على الارباح في كل دولة تعمل فيها ويعكس القرار التزام مملكة البحرين بالمعايير الضريبية الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما سيسهم بشكل ايجابي في رفض الموازنة العامة للمملكة وضخ المزيد من رؤوس الاموال ورسم افاق واضحة في سبيل الوصول لخطة التوازن المالي بكل ثبات مما سيعزز مكانة البحرين على الساحة الدولية ويؤكد دورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر